بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله مع الله عليه وصحبه وسلم صلى على النبي ان شاء الله دلوقتي هنشرح اخر تشابتر معانا اه تشابتر 11 بيكلم عن حاجة اسمها الاسبشيال ويكلم عن واحدة 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 واحدة. مدينا مثال وبيقول لك ان الشركة اللي هات عايزة سنتك خمسة وعشرين الف سويتش. تمام? تكاليف السويتشات دي كلها التوتال من خمسة ميتين خمسة وعشرين الف جنيه. يبقى انا لو عايز احسب تكلفة الواحدة الواحدة اقدر اعمل ايه? اقسم كل التكاليف على اجمال الانتاج يدينا تسعة جنيه. فالشركة دلوقتي بتصنع. بتعمل ميك. يقول لك بدل ما هي تصنع ايه رأيك لو الشركة اللي تروح تشتري الخمسة وعشرين الف وحدة دول على سعر شراء تمانية جنيه للوحدة. ولما هي تروح تشتري هتوفر عشر تلاف جنيه من الفيكسد كوست. يعني بدل ما هي بتدفع ستين الف هتدفع اقل عشر تلاف يعني. هتدفع خمسين الف بس. كل اللي بعمله بعمل قائمة بالوضع الحالي اللي هو الميك. انا اصلا لما بصنع الكلام ده كل واحطه زي ما هو. اتين خمسة وعشرين الف. طيب هو انا لما اشتري وانا هدفع تكاليف مواد خم ولا هدفع تكاليف عمال ولا هدفع مانيفاك الشرينج جوفر هيد. لا كل انا بصفر. تمام? طيب ايه اللي هيحصل الفيكسد بقى? الفيكسد كان بستين بس لما انا اشتري هيقل لحشر تلاف يعني هيبقى بخمسين. تمام? يعني هنا ستين وهنا خمسين. او ممكن اشيل هنا خمسين خالص. اللي عبارة عن ستين ستين عشر اطلاقها خمسين اشيلها خالص. واحط هنا كام عشرة. بمعنى اوضح تاني. كده كده الستين وهنا خمسين. انا ممكن اشيل خمسين ده اصلاق ده خالص يا جماعة واحط هنا عشرة بس. يبقى هنا صفر وهنا عشر تلاف. بس ما فيش مشكلة خالص يعني شو تبقى عارف. هنا ستين وهنا خمسين. نكمل بس. طيب هو انت اوفر دلوقتي فكس عشر تلاف يعني ما كان ستين بقى خمسين. وانت لما انت لما تروح تشتري هتشتري على سعر شراء كام? تمانية. طب هم كم واحدة هتشتري كام سويتش? خمسة وعشرين الف. يبقى تمانية بخمسة وعشرين الف يطلع لك متين الف. يبقى اجمال التكاليف لو انت هتشتري متين وخمسين الف. يبقى تشتري? لا 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 لا. مش هشتري خالص. انا هصنع. ليه? لان انا بصنع بمتين وخمسين. اروح مسألة تانية على ايدنج او دروبنجي روضاكتي. بيقول لك انا هزيه المنتج. انا هزيه ال ايه? carry this. بيقول لك انا عندي ثلاث منتجات. المنتج الاولاني بيجيب لي ارباح تمان تلاف والثاني بيجيب لي ارباح ارباح تلاف. والثاني بيجيب له خسارة الف جنيه. فبيقول لك لو الراجل بتاع الشرك ده بيفكر ان يشيل المنتج C الاولاه الأخير ده. ويجيب مكانه منتج F. منتج تلات تلاف جنيه. بيقول لك لما شيل منتج سي كل حاجة هتتشل معاها. مش هيتبقى منها حاجة خالق. يعني كل التكاليف هتتلغي. ليه بقى? ركز شوية. عشان معروف ان الفيكسيت فيكسيت. زي ما قلت خالص فول اول فيديو شرح ليا. قلت ان الفيكسيت فيكسيت. لكن هنا وهقال لك لما شيل المنتج سي ده هيشيل كل التكاليف. يعني هيبقى كل حاجة بصفر. يعني الستز بصفر. الوضع الحالي ده كان بيجيب لك اربعة حد ايه? تمان تلاف زي ده اربعة تلاف اد اتناشر. اشيل منهم تمانية واربعة اتناشر. اشيل منهم واحد يبقى احداشر. تمام. يبقى انا بكسب كم حداشر قالت. طب لو انا شلت المنتج سي خالص يبقى انا اشيل كل التكاليف بتاعته. وهجب مكانه منتج اسمه اف. ادي اف. ادي المنتج اف. طب هو انا هبيع كم واحدة من المنتج اف. الراجل ده كان بتوقع انه هيبيع الف واحدة. يبقى الف. في سعر يبيع كام? خمسين. يبقى الف بخمسين بخمسين الف. طب تكاليفه كام? الالف دول بيكلفوني كام? قد الالف في الاربعين الفارياب القوص يبقى الف فاربعين باربعين الف. يبقى الكنتروبوشن تلعب كام? بعشر تلاف. طيب هو قيل ان فيه فيكس القوص جديد بتلات تلاف جنيه. قالت تلات تلاف يتحطه. ينتروح مو كنتروبوشن مارجين يبقى انت كسبان بسبعة تلاف جنيه. يبقى تامان تلاف. مكسب زي دربعة تلاف مكسب زي سبعة تلاف مكسب يبقى انت كسبان تسعتاشر الف جنيه. انا كسبت امتى تسعتاشر الف جنيه. لما انا شلت المنتج سي وجبت مكانه منتج اف. كسبت تسعتاشر. ولما كان سي موجود كان بيجيب لي احداشر. يبقى انا وافق ان انا ازيل المنتج سي وجيب مكانه اف. اكيد طبعا لازم اوافق. ليه لازم اوافق? لانه هو جاب لي ارباح زي ده عن الارباح اللي كان بحقاب. اللي كنت بقى حقاب لي كده. ليه احداشر. ارباح زادت من حداشر لتسعتاشر. طيب. بيقول لك نفس المثال ده اف توتال فيكس بيقول لك ان التكاليف منتج سي في اللي هو الفيكس الدهية مش هتتشال. يعني كل حاجة هتشال الا الحداشر الف ده. يبقى ايه هي نفس المسألة. بس الفكرة ان انا كان عندي تلات تلاف جديدة بتاع المنتج اف. المنتج اف ده يا جماعة لما هيجي بتكاليفه السابتة تلات تلاف. وتكاليف سي السابتة اللي لما الحداشر الف مش هيتشاله. يعني كل التكاليف السابتة هيبقى اربعتاشر الف جنيه. دي الفكرة. فلما اجا شوف اجمال الارباح. انا كنت بحقق ارباح حداشر الف. لكن هنا بحقق ارباح تمن تلاف. يبقى انا وافق على ان انا زي المنتج? طبعا لا لا ما وافقش ليه? لان انا هنا خسران. خسران ايه? تلات تلاف. الربح بتاعها هيقل لي تلات تلاف. فانا اكيد مش هابل. اكيد هرفض. نيجي للسبيشل اردر. ده يا جماعة بمعناه كده ان احنا مسلا فتحين اه في القرية بتاعتنا بنبيع سندويتشات. تمام? في القرية بتاعتنا. جلنا عرض من قرية جنبنا ان هم عايزين سندويتشات. تمام? فاحنا بقى كمطعم بنشوف هل لو احنا ودينا لهم سندويتشات هتيجي علينا بفايدة ولا بخسارة? لو هتيجي علينا بفايدة حتى لو بنص جنيه. لو بجنيه انا هوافع على العرض. لو مش هتيجي علينا بفايدة انا مش هوافع على العرض خالص. فامثال بيقول لك. اكس فيرمس كباستي از خمس تلاف يونتز. في شركة طاقتها الانتجية خمس تلاف. اه من منتج ايه? اه اه ات بروديوسز اند سيلز اربعة تلاف لكن الشركة ايه بتنتج فعليا اربعة تلاف جنيه. خمسة واربعين جنيه. اند سيلنج برايس اس ستين جنيه. زي فيرم ريسيفد اسبشيال اردر اوف خمسمائة. الشركة دي جعلها عرض بخمسمائة واحدة. واسباريابل كوست خمسين. اند سيلنج برايس اللي بستين. هاي عايزة لما الخمسمائة واحدة اللي هما جعلنا هكسبش الاردر دول. الفلابل كوست الخمسين وهتبيعهم على سعر ستين. والفكس الكوست كلها باربعين. شو تزا فيرم اكسبت زوفر? هل الشركة دي تقبل العرض? اقول له يا عمي تعالي نشوف. نعمل كورانت ستوش. نعمل كورانت انكم وستمنت. الوضع الحال. هو انا اصلا لوضع الحال نظامه ايه? انا بنتج اربعة تلاف وحدة. ببيعهم الوحدة بستين. يبقى انا كسبان ميتين واربعين الف جنيه. طب تكلفتهم كام? اربعة تلاف خمسة واربعين. يطلع لك مية وتمانين الف. يبقى مارجن بستين الف. اطرح الفكس الكوست اللي هم يديه لي باربعين. ويدينا الانكم استيتمنت. النيت انكم يعني يطلع لك عشرين الف جنيه. يبقى انا في الوطن الحالي بقى كسبان عشرين. طب العرض اللي جايلي هيجيب لي مكسب ولا لأ? اشوف. هم عايز مني كم وحدة? عايز مني خمسمائة وحدة. على سعر بيع كام? ستين. يبقى خمسمائة في ستين بتلاتين الف. طيب تكلفهم كام? خمسمائة. خمسمائة وحدة في الفرياب القصة اللي هو بخمسين. يبقى خمسمائة في خمسين بخمسة وعشرين الف. يدينا الكنتروبيوشن مارجن بخمس تلات. طب هرجع احط الفكس التاني? لا 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 لا. ما حطش فيكس التاني. انا حطته مرة اصلا بربعين الف جنيه. مش هرجع هحطه تاني. يبقى عندك خمس تلاف جنيه ده الارباح اللي اهجلك. يبقى انا وفع على العرض. العرض انا كنت اصلا كده كده انا بكسب عشرين الف جنيه. وجاي لي كمان مكسب زيادة خمس تلاف جنيه. يبقى انا اكيد اعمل للعرض. اكسبت سبيشيال اردر بكوز بروفت انكريز باي خمس تلاف جنيه. نشوف مثال تاني الراجل هنا بيقول لك ان بيزيرة بيقول لك ان فيه راجل بتاع بيتزا. تمام? بتاع بيتزا. الراجل ده بيقول لك شاري فرن بستة بقاله ستة شهور. الراجل ده شاري فرن بقاله كم شهر? بقاله ستة شهور. فيه شركة اللي هي بتصنع الافران يعني اعلنت عن انتاج فرن جديد. فرن جديد اللي الشركة مصنعه ده بيصنع البيتزا في فترة اقل وبتكلفة بيع اللي ما اصلا عسينا محمد الفرن اقل كمان. فالراجل اللي هو اللي ماسك شركة البيتزا دي او مصنع البيتزا دي عايز يجيب الفرن ايه الجديد. تمام? عاجبه. الفرن الجديد عاجبه. فعايز يبيقى القديم ويجيب الجديد. ما مديك قايمة للوامر الحالي. الارجينال ستين الف. اللي هو سعر بتاع ده كان بستين. والاهلاك حصل له اهلاك بخمس الاف. حصل له اهلاك ليه? لان انا استخدمته. استخدمته بقالي ستة شهور. انا جد وقالي ستة شهور فاكيد حصل له اهلاك. والكارنت سالفش فاليو اربعين الف. يعني انا لو بعت الفرن ده ده دلوقتي حيتباع باربعين الف جنيه. وريمينينج لايف الفرن ده فترة حياته. الضمان بتاعه خمس سنين. الانوى الاوبريتنج اكسبينس. في مصاريف سنوية بتاع ده بعشر تلاف جنيه. ولو انا بعت الفرن ده بعد خمس سنين. اكيد لو هبيعه دلوقتي هيباع باربعين. لو بعته بعد خمس سنين. اكيد مش هيجيب لي حاجة. لانه قال لي انه دلوقتي هو لو انباع باربعين الف. هينباع باربعين الف. لكن لو بعته بعد خمس سنين. عليها العوض بقى. مش هيجيب حاجة. قال لك ان طب الشركة التانية دي لما عانت عن ان فيه فيه فرن جديد لسه نازل اللي هو بيصنع بيصنع بسرعة يعني وفترة اقل وتكلفته اقل. فهبيقول لك تكلفة بتاعته خمسين الف. وفترة الضمان بتاعته او فترة المعيشة بتاعته خمس تلاف. وكمان الانيوال اه اه فيه تكاليف سنوية هتكون بسبعة تلاف خمسمية. عكس الفرن التاني القديم كان بيكلفك سنويا كم? عشر تلاف جنيه. بيقول لك ايه هي التكاليف الفعلية اللي حصلت فعلا? ايه هي تكاليف الاغراق? يا جماعة هي التكاليفة التي تمت بالفعل. هو ايه التكاليف اللي تمت بالفعل. اهو اللي هو ما ستين الف. دي اسمها التكاليف الفعلية. اه فيه فورن بستين الف جنيه. انا اشتريته فعل. وكمان فيه اهلاك حصل. اهلاك حصل بكم? بخمس تلاف جنيه. دي اللي حصل فعلا. لان انا فعلا استخدمت الفورن لمدة ستة شهور. ففيه تكاليف فعلية حصلت. تمام? بيقول لك فيه حاجة اسمها relevant. ايه التكاليف اللي انا ممكن استغنى عنها. ايه اللي انا ممكن استغنى عنه? انا لو بعت الفورن ده هيجيب لي فلوس. تمام? اه الله ما صلى يا سيدنا محمد اه اللي هو الاستحابات ان انا اجيب التكاليف اللي ممكن ابدلها او يعني احصل لها تبديل يعني يا جماعة ان انا اغيرها ان انا لو بعت الفورن الجديد اللي ما عندي ده هممكن اجيب فورن تاني جديد. فالي هو بخمسين الف جنول نيوت تورب 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 اوفن ده اا اا اكوزيشن كوز newly طورب تورب تورب اوفن. بعدين بها. وكمان لو انا استغنت عن الفورن اللي عندي هيجيبلي فلوس. هيجيبلي ايه فلوس? ايبقى current disposal value of the existing convention. افن ده. والانوال operating expense for the existing and the new terbo اوفن. بمعنى ان انت اصلا تكاليفك في الفرن الحالي عشر تلاف جنيه. في الفرن الجديد هيبقى سبعة تلاف خمسمية. يبقى فيه تكلف هتتغير? اه فيه تكلف لما كان بالفين ونص. يبقى فيه البرجز برايس افني اوفن. ويه? التخلص من الموجود مع نا لما انخلص منه هيجيب لنا فلوس. والشينج اني والاوبراتنج في روم عشر تلاف تو سبعة تلاف خمسمية. اللي هو يعني عندك الفرق الفين خمسمية. بيقول لك السؤال التالت. what are the net cash flow over the next five years, assuming the zero purchase, the new conversion of. ايه اللي تكشف له صافي الفلوس اللي هتخش جيب الراجل ده? لو هو فعليا راح يشترى الفرن الجديد ده. بس بيقول لك هحسب لي انه تكشف له بعد خمس سنين. تمام? فخلي بالك. الكشف له ان انا هيخش جيبي فلوس منين? نتيجة ان انا بيعت الايه? الفرن? بيعت الفرن بكام? القرن تسالفش باليو بكام باربعين الف. انا لو بيعت الفرن ده دلوقتي هيبيعه بعد هيكلفني اربعين الف جنيه. او هيجي لي مكسب منه اربعين الف جنيه. طيب. انا لما بيع الفرن وهروح هجيب الفرن الجديد. هيوفر لي مصاريف قد ايه? هو اللي كان عندي كان بيجيب لي كان بيوفر لي كان بيكلفني عشر تلاف. لكن الجديد هيكلفني سبعة تلاف خمسمية. يبقى وفر لي الفرق. وفر لك الفرق اللي هو كام? الفين وخمسمية. بس المدة سنة? لا. ده المدة خمس سنين. يبقى وضرب الافين في نص في خمسة يطلع لك اتناشا الف وخمسمية. يبقى الراجل ده هيخش يجيبه ايه? بيع الفرن الجديد اللي الحالي وهيجي له يعني توفير باثناشا الف وخمسمية نتيجة انه هو اشترق فرن جديد. يبقى كل اللي هيخش يجيب الراجل ده اتنين وخمسين الف وخمسمية. بس استنى. ده هو هيشتري الفرن جديد بكام? بخمسين الف ده اسمه يبقى بخمسين الف هو كان هو دخل جيبه اصلا كام اتنين وخمسين وخمسمية وهيطلع تاني خمسمية الف خمسين الف جنيه يبقى اللي دخل جيبه فعليا اتنين الفين خمسمية. طب بيقول لك ايه العامل اللي ممكن الراجل ده ياخدها في الاعتبار عشان يشتري الفرن. نقول بقى جوزة الفرن اللي احنا هنجيبه ده. سمع الشركة اللي هنشتري منها. وشوية هبد بقى بس هبد حلوين يعني كده. ايه ندي مثال تاني عن سبشال اوردر. انا كده شرحت الاربع انواع اللي هوا والميك اروباي والسبيلها اوردر والسبيشال اوردر والريبلسمينت كيوبمنت. ندي مسال تاني عن سبيشال اوردر هنا بيقول لك انا عندي شركة البلدّ على بتاعتها الفين اثنين миллиون تودمومية ووحدة والارباح بتاعتها انها بتبيع الاثنين مليون فعلي يعني uda degMS в Фعالان يعني بدنتle فعلا تنين مليون لكن هي طاقتها اثنين مليون تم sensors بيتبيع الاثنين مليون دول على سعر بيع ثمانة وتلاتين يعني اجمال الارباح ستة وسبعين مليون ما علينا يعني بس خلي بالك بس عشان حتى احنا هنستخدمها دلوقتي الفاريابل يقول لك انا عندي سلزي كوميشنز بستة جنيه بريونت بيقول لك سي جوني هاز بين كونتاكتد ابوت سبلاينج وان طيم قولي اسبشن اردد ستين الف احنا جلنا عرض بستين الف واحدة هم طلبين منا كان بستين الف واحدة اه على سعر بيع ثمانة وتلاتين وكمان سوبجيكت تو هاف زي يجول سيلز كوميشن بريون بيقول لك ان السيلز كوميشن المصاريف اللي كانت معاك دايد هتقل للنص يعني بدل منها ستة جنيه هتبقى كام هتبقى تلاتة جنيه خلي بالك من حتة دي كويس اوي تمام فبيقول لك احنا نوافع على العرض ولا نرفض العرض نقول له يا عم تعلان شو هو انا جاي اللي هيجي لك ارباحة دي لو انا قفيت على العرض ده السيلز ريفينيون وما طالب مني قديه طالب مني ستين الف واحدة على سعر بيع كام اتنين وتلاتين يبقى ستين الف واحدة في اتنين وتلاتين هيخش جيبي مليون تسعمية وعشين الف واروح اطرح اللي ايه? عشان اشوف الكنتروبيشن مارجن. هنا عبارة عن ايه? اللي لقب التصنيع. كان بخمسة وعشرين دولار لكل وحدة. طب انا هبيعو له كم وحدة? ستين الف. بقى ستين الف في خمسة وعشرين يطلع لك مليون وخمسمائة الف. طيب. اه ايه تاني اللي معاها? بكام? هو كان اقل اني ستة جنيه للوحدة. بس تخلي بالك ما تتغباش وتقع. ببقى اقل لك ان في العرض اللي هو هياخده مني هيقل لي من ستة لتلاتة. يبقى انا هضرب التلاتة في ستين الف يطلع لك مية وتمين الف يبقى ميتين واربعين الف. يبقى انت لو قفقت على العرض ده هيجي لك مكسب كام? ميتين واربعين الف جنيه? ايا كان بقى حتى يا جماعة لو جنيه. المهم ان ده كاب لي مكسب. لو طلع بالسالح فانا برفض. لو طلع بالموجب انا بعمل اكسبت ميتين واربعين الف دولار. الله ما صالح على سيدنا محمد نجي مسألة تاني بيقول لك انا عندي مصنع تقى بتاعته تلاتين الف وحدة. الكباس اللي بتاعته كام تلاتين الف. وهو بيبيع فعليا تمنتاشر. خلي بقى ركز بقىش ان الحتة دي مهمة جدا. المصنع ده بينتج تلاتين الف وحدة. لكن بيبيع تمنتاشر. على سعر بيع مية. تمام? المهم بيقول لك ان الراجل ده جاي له عرض جاي له اوفر ان هو اوفر بكام بخمسترitarian الف وحدة. خلي بقى كده بقى. هو انا بنتج اصلا تلاتين. يعني انا اصلا تقتي تلاتين. لكن انا فعليا بنتج تمنتاشر. يعني تلاتين طاس تمنتاشر ١٢٠ الف. يعني انا اسطلا عشان ااطلع ا Quarter. ما اطلعش order حكتر من ١٢٠ الف جنيه. ١٢٠ الف وحدة اساسيا. لانا انا تقتي تلاتين. بنتك فعليا فعليا ١٢٠ الف. يبقى لو هطلع اそれでは 12000 لازم يكون قليل 11000 واحدة لانه هجيب منين اساسي لانه تقطي اقصى حاجة ليه يعني ماكسما بتاعي بتلاتين الف فبيقولك الراجل ده جاي له عرضي بخمستاشر الف يعني اكتر اصلا من من الكباسة بتاعتك اساسي وكمان على سعر بيع تسعين مش مية زي ما هو كان في المسألة وبيقولك لو الراجل ده بقى يعني صاحب الشركة اللي جاي له العرض يعني انا كمحمود انا جاي له عرض انا بقى محمود قبلت العرض اللي طلبة جاي لي ده لان انا محمود اتقى بتاعتي تلاتين الف لكن انا بنتك فعلا تمنتاشر فلو بفروض لو هطلع هطلع اقصى اردر ممكن هطلعه بتنشر الف واحدة لكن ده انا جاي لي اردر بخمستاشر وفي نفس الوقت سعر الاردر بتسعين وانا كمحمود قمت قابل العرض بس عشان قابل العرض انت عامل ايه قمت قيل تلات تلاف يونت اف بيزنس فروم ريجولار كاستومرز بمعنى ان انا كنت بنتك تمنتاشر الف واحدة للناس بتوعي انا بطلع سندويتشيات للناس اللي في القرية بتاعتي فانا مش هتطلع لهم تمنتاشر الف سندويتش لا ده انا هقللهم تلات تلاف ليه عم تقلل تلات تلاف عشان احطهم على الاثناشر اللي كانوا موجودين يبقى انا هدد الرجل الطلب بتاع لهم الخمساشر الف تاني تاني انا كنت بنتك انا تقتي تلاتين الف تقتي تلاتين الف واحدة بنتك فعلا تمنتاشر جاي لعرضي بخمستاشر وانا اصلا الفرق بين التلاتين والتمنتاشر اتناشر بس فانا هقوم رايح ساحب تلات تلاف واحدة من انا بوزعه للجماعة بتوع البلد بتاعتي ووديه للعرض اللي جاي لعشان اكمل له بتاعه تمام تمام اه كاتبة هوت هنلغي تلات تلاف من الناس العادية من التمنشر دول عشان اوصلهم لخمستاشر يبقى انا هدد للناس بتوعنا خمساشر الف بس فازاي اوافق على العرض ولا ما افقش بص يا حبيب هلب ادي السلزي ريفنيو الايرادات هتتغير ولا مش هتتغير هتتغير ليه انا هجي لي ايرادات باديها جماعة اساسا انا كنت بنتك تمنتاشر الف بس انا دلوقتي مش هنتك تمنتاشر ليه? ده انا قللتهم تلاتة يعني بقوا كام بقوا خمستاشر الف الايرادات اللي هجيلي من البيع جوة وبر من البيع جوه وبره. من جوه قد ايه? خمساشر الف وحدة بس. لانهم كانوا تمنتاشر. هشيل منهم تلاتة وديهم على 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 تكملة الطاقة الباقي اللي هما الاتناشر. عشان يبقوا خمساشر. اللي هو العرض اللي جاي لي بقى. يبقى خمساشر الف في سعر اللي البيع هو اللي ما يدينه في المسألة المية. لكن العرض اللي جاي لي ده هو عايز خمساشر الف وحدة وعلى سعر بيع التسعين. يبقى اتنين مليون تمنمية وخمسين الف في اللي هوelet سنته ريفينه. يعني. نقاش الفارياب الكوست. الفارياب係 بتحديده كوست? عبارة عن ايه؟ طب الفرق المسألة تسسعين وتسعين ألف تسع傳تين ألف دول كانوا كانوا امتى? لما كنت بنتج كم وحدة? لما كنت بنتج تمنشر ألف وحدة كان الفارياب الكوست دسعين أنف فانا بقى اسمنة وتسعين أف اللي هو اجمال التكاليف المتغيرة على اجمال الانتاج في الوقت ده. مش على اقسم على خمستاشر بقى. فيه? هو. انا الطاقة بتاعتي قد ايه? انا بنتك قد ايه? انا كده كده اصلا عندي خمستاشر الف للناس العادية بتوعي وخماشا الف للعرض بتاعي. يعني كل الطاقة بتاعتي كام تلاتين. دي الكباسة اللي كلها بتلاتين. يبقى كلها مليون ستمئة وخمسين الف. طيب اروح احسب هيدينا مليون ومئتين الف. اروح اطرح اللي اكد في المسألة معايا خالص بربعمية خمسة وتسعين الف. الربعمية وتسعين الف طلعهم يعني محطوم بالسالب يعني اللي انا بطرحهم. يدينا الابريتنج انقم سبعمية وخمسة الف. انا هيجي لي ربح سبعمية وخمسة الف. ايه طبعا ايه طبعا اكسبت سبيش ال اردر بكوز بروفة انكريز دي باي. باي ايه بقى الرقم ده لو تثماتين الف. جبته ازاي? انا اصلا كنت بكسب تلتمية وخمستاشر الف جنيه. ودلوقتي بيت اكسب سبعمية وخمسة الف جنيه. يبقى انا بطلع اكتر من تلتمية وخمستاشر اكيد انا هقبل العرض لانه زودت لي الارباح بتاعتي. وكده انا حاولت احلك ازا مسألة انا على شابتر وكده مفيش حاجة تانية قدر اقولها. ان شاء الله يكونوا استفدتوا يعني من الفيديوهات ديت. ننساش تعمل لايك للفيديو وسبسكراف القناة وشغل زر الجرس عشان وصل لك كل جديد. بس. وفي النهاية في النهاية. تمنى لكل واحد تتفرج على الفيديوهات ديت. ادعي دعوة حلوة بس. كفاية 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 يا ربنا يوفاك يا حودة. شكرا. الله سلام.